اشتركوا في القناة سيمة قبل تكملة الاتجاه الصعيد واحنا كنا بنصح الموجة الرابعة من الدورة السرية اللي احنا فيها اللي بدأت معانا من المستويات دي وقالنا تصحيح الموجة الأخيرة التالتة ممكن يجي ما بين مستويات الثمانية وتراتين لخمسين ولكن السه تراجع لحد مستويات اللي هو اكتر من واحد وستين في الفيبو وده اللي كان مقلقنا منه طيب احنا ما زلنا بننتظر ايه ما زلنا بننتظر قمة جديدة لهذا السه وحصل عندنا نعكاس واضح من المستويات دي لو احنا نلاحظ نحن عملنا دورة سعرية وما زلنا نبحث عن أهداف سعودية جديد طيب خلينا نزع فيهم سويا في نوع فيهم خمس دقائق حتى السهم عمل لتصحيح مكتمل لنا كمان يعني السهم كمان عمل لتصحيح مكتمل للدورة السعرية دي اعتقد ان السهم خلاص مكمل في الاتجاه الصعيد طيب ام تقلق من السهم لو خبط بعنف واستقاري تحت المناطر دي وده اللي انا ما اعتقدش انه احصل السهم طالما محافظ دي على مناطر 88 جنيه تزال النظرة لإيجابية واعتقد شراء السهم من المستويات الحالية هيكون ممتاز جدا وما زلنا عايزين أهداف سعودية كبيرة لذا السهم طيب لو انا جوا السهم المفروض أهداف هتكون فينا اخد مستويات المتين فيبو من كل الدورة السعرية دي هلاء نفسي رايحة كمان ناخد مستويات المتين وحستين فيبو هلاء نفسي رايحة لحد مستويات المائة وعشرة كهدف محتمل وممكن كمان نروح لمستويات المائة و13 خلينا بس نبتدي الموجة الثالثة بتاعتنا وبعد كده نقرر وخصوصا انا شايف ان انا عن تصح مكتمل هنا لو احنا ملاحظين انا عندي ده تصح مكتمل على شكل A B C وحصل لنا الكاس السهم مازال في مناطق ممتازة والسهم كله بطله هو فرصة شرائية وليس الخوف من السهم اعتقد السهم تنموه في مستويات الثمانية وتمانين جنيه الى مستويات التسعين جنيه هو فرصة من تجيب تنموه في توفي